اردوغان ونظامه التركي واصلان ارسال المئات من المرتزق السوريين الى ليبيا لدعم الغزو التركي وميليشيا الصغيرات في ضرب لجميع الاتفاقات الدولية عرض الحائط من ضمنهم 350 من الاطفال دون سن الثامنة عشر المرصد السوري لحقوق الانسان اكد ارسال انقرة نحو 19000 مرتزق من حملة الجنسية السورية الى ليبيا ليعود منهم نحو 6000 بعد انتهاء عقودهم وفي ذات السياق فقد اكد مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن وجود نحو 12000 مرتزق من سوريا في ليبيا قد ارسلتهم سلطات النظام التركي مشيرا بالارقام الى عودة جثامين نحو 500 من هؤلاء المرتزقة من بينهم 34 طفلا في احصائيات كشفت استغلال انقرة لوضع الاطفال المعيشي الصعب وارتفاع حالات الفقر لتجنيدهم للقتال في صفوف ميليشيات حكومة الصخيرات عبر اغرائهم ماديا وصرح مدير المرصد السوري بان تقرير البنتاجون عن تجوزات تركيا قد اغفل شقا مهما يتعلق بنقل تركيا للمجموعات الارهابية المتطرفة من حملة جنسيات غير سورية والذين وصل عددهم الى نحو 10 الاف مقاتل غالبيتهم كانوا ضمن صفوف داعش الارهابي ليتم نقلهم الى ليبيا بعلم ودعم من المخابرات التركية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة